مرحبا سيد عوضوك سؤال بسيط لمن يتبع بنك الحظ؟ بنك الحظ هو في الحقيقة بنك جميل خلينا من جميل هو يتبع لي منه؟ حاليا بكل تأكيد وطبعا ما في شك هو سابقا كان يتبع لرئاسة بنك الحظ يتبع لي منه؟ كان يتبع كما قلت لك لرئاسة الكمونية نحن الله أخدو الله أسي يتبع لي منه؟ يتبع لمنبولي يعني حاليا ما يتبع للسلمة الصعوبة؟ لا لا هو لا يتبع للسلمة الصعوبة هو يتبع لمنبولي وهذا خلل ويجب علينا أن نحل هذا الخلل سلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكافية العربي سنة 1997 بدأ الحظر الاقتصادي والسياسي على السودان عام 1997 صدر قرار تنفيذي من الرئيس الأسبق بيري كلينتون بفرض عقوبات على السودان جمدت أصوله المالية ومنعت تصدير التكنولوجيا الأمريكية للسودان وطبعا الحكومة المخلوعة كانت بتعلق غلاطة كلها على الشماعة دي هل أنتوا في رأيكم فعلا أن الحظر الاقتصادي كان مفروض على السودان هو سبب فشل السودان وتراجع وتراجع الذريع دا؟ إحنا معا نتناقش معاكم في الكلام دا كثير لكن نشوف رأيكم إنتوا شنو من الموضوع دا؟ اكتبوا لينا في التعليقات تخير ونبدأ معاكم الحلقة ونشوف الحاجات اللي حصلت خلال 30 سنة دي أو الفترة اللي هي من بعد الحصار على السودان كلنا طبعا ما بنقول إنه الحظر للنفرض على السودان دا ما بيأثر عليه هو طبعا بيأثر عليه من نواحي التعليم والصحة والمواصلات بجميع أنواعها لكن يا جماعة إحنا كلنا نشوفنا دول كان مفروض عليها حظر زي المفروض على السودان يعني عندنا مثلا إيران كوريا الشمالية كوبا الدول دا كان عليهم نفس الحظر الدول دا هل اقتصادهم يتراجع زي ما تراجع الاقتصاد السوداني؟ إن إجمالي الخسائر التي تكبدتها البلاد تجاوزت 45 مليار دولار طبعا يا جماعة في ظل الأحداث الراهنة حاليا في السودان وصفوف العيش وصفوف البنزين والحالة بتاعت الفلسة اللي داخل فيها السودان حاليا قررنا إحنا فريق عمل برنامج زول كافي إنه نستكشف ونبحث في موارد السودان المدفونة واللي ضايع الفاضي ساي ولقينا وإحنا بنفتش يا جماعة حاجات مفجعة وحدث مع حدث فأهلا بيتهم في كنز أفريقيا المدفون أو ممكن نقول كنز العالم ذاته أول حاجة بما إنه إحنا السودان معروف إنه إحنا بلد زراعي طبعا مما إحنا قمنا في الدنيا سامعين إن السودان سالة غزاء العالم والسودان زراعية والأراضي الخصبة والكلام ده كله نحن ما عندنا حل غير إننا ندعم هذا القطاع الزراعي لأنه عظم الظهر في الإقتصاد بتاعنا هل تعلم عزيز المشاهد 175 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الصالحة في السودان مستغل منها 55 مليون فقط وبالرغم من الإهمال اللي إحنا شايفينه ده ما زال السودان الأول عربيا في إنتاج السمسم والثالث عالميا بعد الصين والهند وللأسف لغاية يوم الليلة السمسم عندنا إحنا بتصدر خام إنت لما تصدر حاجة خام إنت كده معناه تضيحت أي فايدة تجي بنا وعشان أوريكم إنه السودان ده فعلا بلد بتعموا تناقضان إحنا أسنا نتكلم كمان عن الجمح اللي هو فيه التقصير واللي هو سبب الطوابير اللي إحنا شايفينه هذا وإذ يشتكي أصحاب المخابز من ارتفاع مدخلات الإنتاج فإنهم يقولون إن تفاقب الأزمة سببه ارتفاع الطلب مع نقصان حساسهم اليومية من الدقيق والشي المؤسف يا جماعة والمضحك المبكي في نفس الوقت إنه السودان بتستورد 80% من احتياجاتها للجمح فهمني المعلومة دي كيف وينتوا الشعارات بتاعة ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وساعة بيع خير اللي أنا يسير أنا آسفة ولكنها تعبير محلي أو سهاني هم أهلط بجسم اللقمة بيناتهم ويد الزات كل اليوم أكد الدع منذ قديم فلنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع أنا أوريكم وين طبعا الحكومة اللي فاتت لما لقيت إنه الوضع الدهور والدولار ماشي سعر يبدأ يطير في السماء وقصة إنهم يستورد 80% من احتياجاتهم من الجمح ويدفعوا فيها جروش بيقيت ما منطقية وما قادرين عليها قالوا إحنا نعمل مشروع توطينا القمح طبعا المشروع كالعادة زيه زي أي مشروع كيزاني فشل بسبب الديني حبة أشرط لي معاك وأنا الوطة ديك شفتها قبلك عشان كده طبعا المشروع فشل وفي نفس الوقت فجأة كده ده ظهرت لنا جبال بتاعة الراجل يعني الزول ده جزارة في السودان بيقيندو جبال بتاعة القمح ليه ده نجح وليه ده فشل مش نفس التربة مشروع زي ده بتاع زول مستثمر خارج جاي استثمر في بلد هي أزمة بتاعة القمح هو بيستثمر في القمح المشروع ده كان بعود على البلد بيشنو إحنا الأسرة دي كل لازم نسأله ونعرفها مدنية يكون في شفافية ما هو ما ممكن الناس تكون بس على ما تتعجف وقراسة أي زول جاي استثمر في السودان إن شاء الله استثمر في عجر الموضوع ده عايداته شنو على السودان واللهي سبهل لبس كل مسؤول زمان كان عنده أهم إنه يملجيبه مما يملجيبه البلد قصة أخوان نحن نشيل البضاع ونجيبه الزبون وبعد داك الدون عشرة في المية واللهي القصة دي بيقات مية جاي بحقها صحيح اللهي ما جاي بحقها إحنا مين هناك أزول حدد سعره إحنا نخطع قياتنا والبيتمر ومندقع سما بيناتنا ما هو مصلحتك ما في جيبك مصلحتك في بلدك إنت لما نليل تخلي مشاريع زي دي واستثمارات تبدأ في بلدك بلدك اقتصاده بتصلح ولما اقتصاده بيتصلح ووضع البلد حيتصلح ووضعك إنت حيتصلح ومرتبك حيتصلح وعيشتك حيتصلح لكن إنت أنا ما عارف مخك ده حيتصلح متين والله الصمغة العربي يا جماعة الصمغة العربي اللي هو السودان يعتبر بصدر أو بنتج 80% من احتياجات العالم إذا قلنا الصمغة العربية نقول السودان الذي ينتج حوالي 70% من هذه المادة التي تدخل في صناعات الأدوية وصناعات المواد الغذائية يعني المعلومة دي والله العظيم أشوفها حفظها ياخي شوفها شنو الحيط الحيط الليلة كان مشيت الحيطة في السودان ثلاث سنوات يقوم يقول لك هو الصمغة العربي أحسن دولة في العالم ياخي أمريكا لما عملت وفرضت حظر عن السودان وقفت أي حاجة إلا الصمغة العربي لأنها محتاجة بدغوط من اللوبي الأمريكي الذي يستورد الصمغة العربي ولأن الصمغة العربي يدخل في البيبسيكولا والكوكوكولا شكل هذا اللوبي ضغط على الرئيس الأمريكي مما أدى إلى إصدار قرار آخر لاستثناء الصمغة العربي وللأسف زيه زي أي ثروة من ثروات السودان قاعد بتصدر خام ياخي أنت لما تفتح مصنع أنت بتشغل ناس فيه بتفتح بيوت ناس ده رزق للناس بدل البطال اللي احنا شايفينها في السودان والناس ما مستفيد أي شيء ياخي الصمغة العربي داخل في منتجات كثيرة البيبسي والكولا يعني السودان دي لو وقفت الصمغة العربي ما في بيبسي تاني الأدوية مستحضرات التجميل يالقاعدين بتضربوا بوهية كل يوم ياخي صنع السودان صنع لك مستحضرات التجميل أعمل لك مشروب غاز جديد تسمي سيد نوتك لكن ما ممكن شايره كده فاكي مديلي أمريكا ومديلي فلان وفلتكانه علان تعال هنا وزير الزراع تعال لقيف قوم على حيلك قوم لسه ما خلصنا قوم على حيلك حسيتة بس دارين إحنا نفهم ورينا خطتك إنت الفترة الجاية في الكلام اللي إحنا بنقول فيه من الصباح ده ما تجي تقول ليه زي ما قالوا ولا طلعت الحكومة قالوا إحنا هنحل الأزمة في خلال ثلاثة أسابيع حددنا بثلاثة أسابيع ثلاثة أسابيع من الآن دلتزام نكوز ثلاثة أسابيع من الآن لن يقف المواطن السوداني في صف الرغيف أستاذ مدني دلتزام ثلاثة أسابيع ده ما حل ثلاثة أسابيع ده بني جيتة بتخدرني بيو حتمشي تجيب ليه تستورد زيادة إحنا عندنا حاجة بتتزرع في بلدنا تجي من بره ليه إنت المفروض تبدأ بعد تتشتغل تورينا خطتك في إنه إنت حتزرع كيف مش تستورد كيف إحنا أي حاجة دارين العبارة بتاعة ناكل مما نزرع دي تطبق فعلا ما دارين نسمع أي حاجة تاني خاشة من بره بعدين الثلاثة أسابيع ده يا أخوي إنت أسمع إنت عندك ناس محاربينك وناس ما دارينك تنجح ثلاثة أسابيع الصفوف دي ممكن يعمل لك صفوف وهمية وقفهم لك طابور قدام المخابز يعني بدل الزحف الأخضر بيبقى الصفة الأخضر الزحف الأخضر غادم إنت الليلة ديتها الناس وقت قلت ثلاثة أسابيع والله الناس دي القاعدين من هسي مسخنين وما إنه إحنا جيبنا زيرة الطقة وصيرة العضة الناس اللي بتحب اللحمة يا وزير الثروة الحيوانية يا أخي أنا بس دار أعرف حاجة واحدة بلد زي السودان اللي فيه أكتر من 110 مليون راس بتاع ماشية وقاعدين بيزيدوا كل سنة السودان اللي هو بس في خمسة شهور بيصدر حاجة بتاعة 2.7 مليون راس بتاع ماشية يجي يوم الليلة السوداني السوداني في السودان يقول ربعة الكيلو بتاع اللحمة بيكم يعني زينا بيقول جيبوا الخروف بيكم مال كيلو بيكم زات وخليه ربع آه إحنا استلمنا والحكومة وما الحكومة حنصلح ونعمل ونسوي اشتغلوا شوفوا شغولكم قمتوا بتغلك يا أخي والمشكلة برضو حتى الـ 2.7 مليون راس دهل برضو زية زي بيتصدروا خامع الخروف بيشيلوا زي ما هو كده بيشي هناك ما في بلد في الدنيا بصدر أنعام حية قيمة الجلد بس ممكن يجيب ليك نفسي تمن الـ 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 المريلي للطبيع هاتكيهو ودي هناك لحمة بس ما تدي شي تاني غير اللحمة لو بعد ده كله شنو في الفترة الخيلة قال لك في حمى يسيب حمى شنو الضنى ولا حمى حاجة كده ده قال لك السعودية رفض دينا تستلم الخرفان دي فقاموا رجعواه فلما رجعوا الخرفان قال له مرجعتوا الخرفان قال له دينا جنود بدلهم آه قصدي قال له العالي الخرفان من حقه دك ويجيب علينا تاني حمى تضرب العالم ده كله فاس حاليا قالوا قالوا انه في مشاورات بتاعت انه آه احنا رجع نرسل ليكم تاني لحمة لكن انه حتكون بس لحمة يقتلوه ويمشي لحمة بس وإحنا صراحة نتمنى انه فعلا القرار دي تنفسه تاني ما في حاجة تطلع من السودان خام ولا ايهي الخام ده تاني ما بمرك خموكم اقول فيشنو وطبعا زي ما قلنا قبيل يلا اللحمة دي لما تيجي تقطعها هتقطعها وين انت في الشارع ما هتفتح لها مسلخ يعني فيه ناس هتشتغل تسلخ الخروف وتقطعه وشي ريش يطلع بالجنبه وشي سلاة المهم يعني لكن انا مستغرب في حاجة يعني انت يوم ما فتحتوا مسلخ بتاع الكدرو تبعتوا لغوات المسلحة والشغالين فيه ماسوا تهنين طيب وين احنا ندعم على يدي العاملة وفرص عمل ونحل مشكلة البطالة لا تجيب ناس من بره تشغلهم في المسلخ اللي انت متبعوا للغوات المسلحة انت الخروف ده كان وكيل عريف ولا كان ملازم اول وبعدين انت تارتحي المشكلة البطالة اللي منه للدول المجاورة يعني ولا للسودان كان انت تاني لما تتكلم تقول حاجة صراحة حدد لينا عشان احنا نساتوا شنو ما يتلخبت علينا الاختساس طيب يا جماعة خلصنا احنا موضوع اللحمة نجي بعد ذلك موضوع الالبان يا جماعة احنا الابقار حقتنا في السودان اللبن بتاعه مدفك في الواطن احنا بيشوفه بيدفك في الارض من كتر ما اصلا البقرة دي بيكون حايمة زي ما بقولوا جناها يرضع وشارع يرضع والطين يرضع وايش بيرضع الا البشر هما ما بيرضعوا ما لاقين حليب اديكم امثل لدول بتستورد او بتشتري ابقار في السعودية مثلا المراع عبارة عن امبراطورية كاملة ويجوا قاعدوا ويكيفوا لها المكان اللي هي فيه يعني امبراطورية يا اخي البقرة شدة ما مدلع هناك والله باقي بس يضربوا لها منكية عندك مثال تاني قطر بعد الحصارة اللي حصل عليها استوردوا كمية من الابقار وفتحوا مزرعة بلدنا واليوا في خلال سنة في خلال سنة بس قدرت انها تحقق فايط داخل السوق حقها ولا وبدت تصدر برا كمان وتنافس عليكم الله يا السودانيين انتو الكلام ده ما ببكيكم ما انقاصم من السعودية ولا انقاصم من قطر لكن احنا عندنا شي جاهز قلت لك البقرة كان قلت لها سلام عليكم ierno رررررررررر تضل عليك جردل بتاعها حليم لا محتاج ان انشري الينا طيارات ده جباع بقر ولا محتاج ان أخيله والبقرة عندنا مبسوطة من سيدة مبسوطة بيتدفق الحليب ده ساي طبعا زي ما قلت لكم قبل ايammed امت كما افسدت على مصنع مناتش نو يعني فتحتة بتاع البان ترضع منه حليب حعل متوح كارل جبان حتعمل منه سجمرمات حتشغل ناس وحتحل مشكلة البطالة يعني انت البلد دي لو شغلتها بالطريقة صح وقسم بالله العظيم حتطلع الذهب يا أخ وعلى سيرة الذهب يا جماعة الذهب المهدر في السودان والذهب الضائع والذهب اللابسين النسواني كشكش ده الذهب اللي بتهرب كل يوم منه السودان نقصته شنو وزارة انتاج الذهب في السودان لم تمكنه على ما يبدو من الاستفادة القصوى من هذه الثروة بسبب تسارع وطيرة التهريب حيث تظهر البيانات ان انتاج السودان من المعدن النفيس زاد خلال العام الماضي عن تسعين طنا في حين لم تتجاوز الصادرات ثلاثين طنا بقيمة بلغت نحو مليار ومائة وخمسين مليون دولار طيب يا جماعة زي ما نقولنا ليلة حرامية ونهبين البلد احنا لغاية يوم الليلة يا جماعة الذهب ده بتهرب من السودان يوميا يخرج من السودان من مئة وخمسين كيلو إلى مئتين كيلو بالتهريب يعني دي تطلع كم يا جماعة دي قريبا 25 مليون دولار يوميا بتجي مارقة وتهريب ده على فكرة دقيقة يا جماعة التهريب ده بس مجرد مصطلح عشان يوريك انه الذهب ده مارك ماشي في جيوب ناس تانية الذهب ده بيطلع يوميا بمطار الخرطوم الدولي على عينك يا تاجر واحتمال الذهب ده ذات يكون عنده جواز بيطلع بين المطار عادي وفي خش ما نسوك بسأله يا خنزاته موضوع الذهب ده ناسه نادي منه وزر المختصين السيسات انا ما اعرف نادي منه وزير التعدين ولا وزير الطاقة والصناعة ولا وزير المالية ولا احمدتي ولا نادي منه مأسود ان ده كله شغال في الدهب يا خيال لك سعت القرآن الكريم عنده تيم متخصص في شون الدهب الدهب ده قروه شو كانت بيتمشوين بتصهر فياته بيزانيات منو الخصص مناجم لجمعية بتاعة القرآن الكريم ما انه لازم معلومات نعرفها يا اخواننا ده الناس هي لله هي لله لك 77% من انتاج الدهب في النص الطريق في 77% بتضيع يعني ايبسط اليكم كيس فيه دهب الكيس ده هو طالع من محل ما انتجه عشان يدخلوه في بنك السودان بلقوا نصه ما فيه اكتر من نصه الاكتر من نصه دي بتمي شوين احنا دارين نعرف دي بتمي شوين يا جماعة في قلب الصحراء في شمال السودان هذه ليست كثبانا رملية حقيقية بل هي مناجم ذهب فعمال هذه المناجم ينظرون بعين الحصرة والاسائل تزايد اعداد الشركات الاجنبية التي تستغل هذه الثروة الموضوع ده لازم يقيف ما تقول لي احنا هاي في حاجات كنا بيقول فيها انه العافية درجات شوية شوية ده ما فيه عافية درجات دي قروش دي حقنا احنا احنا كسودانين ده حقنا موضوع ده يقيف هسي ما فيه اي دهب يطلع ونعرف اللي ورا الموضوع ده منه ونعرف القروش ما شوين ويا وزير التعدين ولا وزير المعادن انت بجت بعد ده اقول لك هاي قوم على حيلك هاي تعال لانه الموضوع ما دهب برس سودان ده فيه معادن في بطن السودان ده والله العظيم احنا وين الفضة وين اليوران بلاو الدنيا كلها قاعدة في السودان يعني يا منهوبة ها يا قاعدة في الوطن ما زلت بهبشها اطلع يتكلم ورينة فيه شنو الحاصل شنو يتنا ما تقعد لابد كده وساكد معناها الناس اول لك حاجة الناس زادة بتشكوا بتخد شكوك انت زادك لابع من الموضوع ده يا شعب السوداني انتو لازم تعرفوا انكم انتو عايشين في دولة من اغنى دول العالم والحكومة الفاتت كانت هي سبب واحد اهم سبب من سبب انهيار الدولة دي وهم كانوا عبارة عن سماسرة قاعدين بيبيعوا بيشتروا في البلد دي على كيفهم على مزاجهم الحكومة الحالية لغاية الليلة على ما تستفهام كبيرة انو انتو بتعملوا شو فشنو بعدين السمسرة دي يا جماعة احنا بنقول الحكومة كانت بالسمسر بنك السودان مفلس ما فيه عملة صعبة بسبب ان احنا ذاته انا وانتو وكلنا اللي قاعدين بتحضر واسطي في الحلقة دي احنا واحد من اسباب انهيار العملة في السودان الليلة اي واحد فينا ولا اي واحد فيكم انتو لما نيجي حول قروش السودان بيحولها عن طريق شنو اسمع الدولار عامل كم في البنك لا لا ما البنك في السوق الاسود عامل كم زمان كان بتتحججوا بانو والله احنا الحظر وما في معاملات بنكية مع اي دولة في العالم طيب الليلة الحظر اترفع ممكن ترسل قروشك بالمصرف لأ انت ما قاعد ترسلها لأنا ما قاعد رسلها المانعين شنو يا اخي الفلبين قال لك سنويا فلبينين المغتربين من القروشة اللي بيحولوها درغا ما هي ولما انت تحول قروشك بيبقى في دولار بيبقى عندك عملة صعبة في البنك لانه انت محوله صح قال لأ اتحدى اي واحد فيكم يا جماعة انه يعملوا الحركة دي ما اظيم في زول برضة انه يقول لك لا والله انا عشان مصلحة الوطن لازم يحول بيقى عن طريق البنك قول لك يا سلمالوما الوطن يتحرك في ستين ده انا اهم شي مصلح دي الحجة حتكون انه انا ما اندي سغة في الحكومة هلا الليلة انت ما عندك سغة في الحكومة دي لو عندكم سغة في الحكومة دي حول القروش عن طريق شنو المصارف ما عندكم سغة اكفلوا خشونكم واسكودوا سايك ما فسوش يقول الدولار طار ليه والدولار احنا سبب من اسباب ارتفاع العملة ده بالنسبة للمواطن والحكومة الحالية واي حكومة حتجي في اي يوم من الايام انت حتكسب ثقة المواطن فيك كيف عشان انه الليلة يدخل لك قروش عن طريق البنك بالشفافية اللي انتو بتتكلموا عنها مما جيتوا ورونوا انتو بتعملوا شنو فيا الحكومة قووا ثقة الناس فيكم لانه انتو لغاية الليلة الناس ما لهناك معاكم احنا لازم نحاسبكم على كل حاجة بتعملوها يعني الليلة لما نشوف قناة زي قناة السودان عملت برنامج زي دول مزيع جاب الوزر ده العصر عصر ما هي المشكلة بالضبط في بنك السودان المشكلة الاساسية هي تبعية هذا البنك لمن يدبع بنك السودان بنك السودان الى اليوم هذه مسألة نحتاج لمن يدبع بنك السودان حاليا بنك السودان حاليا وضعه بقبل ان يجاز القانون في السابق طبعا والان الان نحن دايرين بنك السودان يدبع بشكل واضح دايرين لكن الان الغانون سيفعل ذلك لمن يدبع الان بنك السودان طيب احنا يعني كلمة مطمئن لا تطمئن الشعب السوداني نحن عايزين ارقام يعني عايزين معلومات ادقة فهل في تقارير معينة ممكن نبنع له يعني بسرعة عام هاي يعني دي حاجة صراحة والله العظيم هي بتكيف لكن السؤال اللي يطرح نفسه هل انت عندك الجرأة انك تجيب حمادتي ولا المجلس العسكري اي واحد منه وتعصروا نفس العصر دا اتمنى انه نشوف الحاجة دي في الايام الجاية وده فعلا دور الاعلام ودور ان احنا كاعلام بديل انه احنا نطلع ونحاسب الناس ديل على كل حاجة بيعملوها ما نسكت زي زمان يا جماعة ونخلي الناس ديل لما يبقوا جبابرة طال علينا زمان لا بديل ولا البشير ما باقي اللي يقول لنا انا ربكم ولا اعلى عمل شغله شكرا اهلا وسهلا ما عمل شغله يتحاسب ويتعصر زي زي اي زغل وفي النهاية ما عاوز انبه اللي حاجة اللي تذكر في الحلقة ديقول له ما هو الا شي بسيط من الثروات اللي موجودة في السودان وانحنا لسه ما تكلمنا على مناخ السودان ولا على المياه الجوفية ولا تكلمنا على الموقع الجغرافي للسودان اللي هو اصلا موقع دبراه ثروة وما تكلمنا لسه برضو عن المواطن السوداني اللي هو هم ثروة في السودان اللي احنا شايفين قاعدين بيهربوا من البلد دي يا اما هروب من حكومة يا اما ضيق حال احنا المفروض كلنا نجيف مع بعض عشان احنا نقدر نقوم البلد دي احنا ممكن في فترة بسيطة نستفيد من ثرواتنا كلها فاحنا لو بقينا فعلا وافقين في الحكومة دي احنا كلنا مستعدين انه ندعم بلدنا بانه نفديها بيدمنا وبارواحنا لكن هل الثقة تتكسب كيف لازم يكون في توثيق بالارقام للحاجات دي كلها يا جماعة عشان حتى الناس تقدر تتابع وتعرف انه اللي دخل كم واللي طلع كم واللي تسرق ذاته كم وتحاسب اللي سرقه وفي الختام يا جماعة ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل خاصة بتليزيون العربي وزول كافيه وما تنسوا تكتبوا لنا تعليقكم على الحلقة وشير لايك سبسكرايب وتأغر اللي عاوزينه مستنين غدودكم تحت اديكم العافية وتحياتي محمد عبادة السلام عليكم اشتركوا في القناة